مستمرين معاك ومع ديوفك معي مدير الفني طبعاً كابتنا عمر أنور اللي قدر النهاردة الجيم بقى بكل اقتدار وكل يعني كالعادي يعني كالبسام حسني بقولك ألف مبروك الله يبارك فيك ربنا بارك فيك مبروك علينا كلنا الحمد لله صعبة جداً بس درت تعمل معاها قلتلك قبل المطر أنا قلت بصلي العصر وسي سامع بين الشوطين المباراة أنا قلت وارب شوية من القوضة فسامع زعي فشاكل لك شديت عليها بين الشوطين شديت أولين ما عجبكش شديت أنا اللي عيبها شوية بين الشوطين لأن احنا بدأنا بدأنا بداية كويسة جداً جداً يعني عملنا ربع ساعة على أعلى مستوى وقدرنا أن احنا نجيب جون وبعد كده فرطنا احنا في نص الملعب وإحنا اللي دخلنا نادي الزمالك في الجيم الفرقة باينة من أول يعني من أول مباراة بين فرقة نادي الزمالك بيتلعب زون نص ملعب وما هياش جاية عشان تكسب يعني أنا بكلمك بانتصرها هو ده اللي زعني أن احنا دخلناهم في الجيم عملنا فاولات كتيرة جداً على الثمنتاشر عندنا يعني زي ما أنا قلت اللعيبة بين الشوطين إحنا اللي بندخل ناس في الجيم وإحنا اللي بنامي الخطر علينا بدأنا ربع ساعة كويسين لو أنت وحشين كنا نحن بوحشين من أول مباراة نعم ما يفعلش اللعيبة اللي بدأت الخمسة شهر ديئة دي تبقى هي اللي ناهت الشوط الأول بالشكل ده عشان كده أنا ممكن أنا كنت منفعل عليهم شوية بين الشوطين أنا شايفش الشوط تاني يعني باستثناء الغلطة اللي هي بتاعت الجون كان فيه سيطرة كان فيه استحواز رحنا للجون أكتر مرة يعني يعني أنا بقول الحمد لله طبعاً لا تلات نقاط مهمين أنا كنت متوقع إن الجيم هيمشي مش بالسهولة الناس كانت متخلح نكسبنا المباراة الأولى 3-0 فالمباراة تبقى سألة لا أنا كنت متوقع غير لأن أنا بقول لك أنا عندي نواقص كتير عندي إصابات كتير ونادي الزمالك رجع له ناس كتير ما لعبوش كانوا المباراة بتاعت الدور الأول فمن هنا كانت الصعوبة بتاعت المباراة الحمد لله قدرنا إن إحنا ننهي الدور الأول لمتصدرين قدرنا إن إحنا نخش على فترة التوقف وإحنا نهيين بشكل كويس نحنا كسبنين مباراة كبيرة ومباراة مهمة زي نادي الزمالك حفظنا على الفرق ما بيننا وبين لا تحتنا الفترة اللي جاية إن شاء الله حيبى فيه استعدادات كويسة لأن الدور الثاني هيبقى أصعب من الدور الأول بمراحل الفرقة كلها هتجهز الفرقة كلها خلاص عامل لك حساب الفرقة كلها دلوقتي بتلعبك وانت البطل وانت المتصدر فلا الأداء قدامك هيبقى غير الأداء أمام الفرقة الثانية فدي الصعوبة اللي هتبقى موجودة في الدور الثاني فإن شاء الله الفترة بتاع التوقف دي الإصابات اللي عندنا ترجع إن شاء الله يزودونا ويقاوونا شوية إن شاء الله ونقدر نحن نستعد بشكل جويس بحيس أن نحن نحافظ على الصدارة بتاعتنا لأخذ الموسم بإذن الله أخيراً كان في تتشانع على الخطوط وفي الملعب بس حردك بدت حين كده تتصرف وتلم الموضوع على طول ومع الجهاز الفني للزمالك وخلاص يدو يا جماعة فيش حاجة وانتو ديوفنا وعدتو الموضوع على طول يعني بزكاة هي الكرة كده والشدة العصاب بتاعت الكرة كده هم أخواتنا وزميننا وإحنا لما روحنا هناك في نادي الزمالك استقبلونا أحسن استقبال والنهاردة هما لما جوهم استقبلناهم أحسن استقبال ولو شفت أنت كنت موجود وشفت الروح اللي كانت موجودة ما بيننا وما بين الجهاز بتاعنادي الزمالك روحت قيبة جداً وإحنا هي في الأول وفي الآخر كورة ومنافسة يبقى فيها شوية شد شوية جهازب أكتر من كده مفيش يعني حتى بعد المباراة هم جم سلموا علينا وهنون وإحنا روحنا سلمنا عليهم الموضوع بسيط هي كرة القدم كده لازم هيبقى فيها شد ويبقى فيها جهازب شوية إنها فيش أي مشاكل الحمد لله المباراة يعني خلي بالك النهاردة المباراة برضو فيها أوقات كان فيها فيها كرة قدم حقيقية فيها كرة قدم عالية يعني أنا يعني بحمد ربنا بقول الحمد لله على المكسب كون أنت تكسب الزمالك في موسم واحد رايح جاي تاخد منه ستة نقاط أنا شافني دي حاجة كويسة جداً تحسب للعيبة الثقافة بتاعت المكسب بقت موجودة على طول بقت موجودة عندنا يعني حتى وإحنا متعدلين أنا عايز أقول لك على حاجة أم بجيت تعادل أنا عايز أقول لك على حاجة يعني أنا بالضبط يعني أنا الوقت اللي قبل ما ييجي فينا الجون أنا ما كانش الأداء عاجبني بعد ما يجي فينا الجون أنا حسيت أن أنا كذباني اثنين وثلاثة وبلعب ماتش كرة مرتاحة فده حاجة تحسب للعيبة أن هم برضو قدروا أنهم يرجعوا بسرعة الهدف الفوز جيب سرعة ما كانش فيه تأخير ضيعنا أكتر من فرصة بعد كده إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله شكراً الله بيجي فيك ألف شك شكراً كابتن وسماء مستقع يعني بعد نهاية المباراة القمة الأهلي والزمالك يمكن بيرفع الأهلي رسيده إلى 47 نقطة بنقوله ألف مليون مبروك يمكن فخري لعيب غير يمكن فخري مشيت شوفوا كابتن فأردن ملعب حاجة مختلفة خالص لعيب كورة زي ما كتاب ما بيقول صانع لعاب زي ما كتاب ما بيقول ربنا أكرمهم برب بإذن الله ويكون القادم ما أكله انتصارات مليون مبروك كابتن وسماء مليون مبروك لديوفاك مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في ختام يومنا بعد فوز الأهلي على غريم التقليدي الزمالك بعد فين مقابل هدف إليك الكلمة كابتن وسماء تفضل